بسال فول نهاردة هنتكلم عن اعلان اغنية اللي بيننا اعلان فودافون لعمر دياب وعمر دياب لسه مدينا السر مبارح راح مدينا اللي بيننا سر اللي بيننا خلصت بتعارفين هنا انها دايما صريح ودايما يعني حتى لو بحب فدنان جدا بس بقوله الصراحة ما بحبش ان انا جامل طيب هنتكلم على الاعلان الاعلان عادي عشان نكون صراحة اعلان اعلان رمضان اللي موت بتاع رمضان حلو اه الاغنية انا معرفش كلمات نوني والحان بس وجهة نظري ممكن تبقى معرفش ممكن كلام ايمن الحان محمد دي حتا وزيرنا دي الحان دي ممكن معرفش ولكن بشكل عامل اغنية اللي زيزة ولكن افضل ما في الاعلان هو صوت عمر دياب فقط فقط يعني الاغنية حلوة ولكن انا شايفها تمام يعني عادية مش هو يعني بالنسبة للسر احلى عمر دياب صوت عمر دياب فقط يا جماعة عشان نكون صراحة وكنت مستاني بصراحة ام الاعلان يظهر في الاخر يعمل اي حركة فما ظهرش فتمام النهاردة حطت يعني حطت صوته بس على الاعلان اذا الاعلان حلوة لكن ظهوره كان هيعلي الاعلان طبعا جدا ولكن ممكن يكون بقى في في زي ديل حصل او في زي بنود معينة في التعاقد ام معرفش ولكن وجهة نظري الاعلان لذيذ حلو كويس اه الاغنية حلوة عشان صوت عمر عمر صوت عمر صوت عمر مرتبط بتاريخنا بحياتنا بس فانتو متعودين مني دايما على الصراحة مش على التطبيل او ان انا انا بعش عمر وانتو عارفين انا بحب وقدي وزي ما قلتلكم صوت عمر هو بس بس يعني انت مجرد تسمع صوت عمر يا سلام يعني بخلاف ده اغنية حلوة ما قولش ان هي ما قولش ان هي عادية او مش بني وبينكم مش عادية اغنية حلوة لكن مش واو والاعلان عادي الاعلان عادي وجود وزهور عمر دياب لا دا يوديه في حتة اغنية خلص ده اللي كان عندي النهاردة شوفوا الاعلان وقولوا رأييكم في ايه لو شايفين الاعلان متكامل انا بنسبال الاعلان السرة احلى عشان زوروا عمر وعشان حاجات كتير والاغنية اه يعني فاكرين مبارح قلتلكوا على اغنية سر قلتلك انا كنت متوقع ان هي يكون اغنية لستار رمضان حاجة مقسومة حاجة مش عارف ايه يعني بالزبط نفس اغنية دي اغنية ستار رمضان وحلوة ولزيزة ومش هعرف ايه كده ولكن السر دي حاجة حاجة ايليجنت قوي حاجة في حتة تانية والروح والحس الاعلان رسالة مش مجرد اعلان وخلص بتاع البريد المصري بالنسبة لي من احلى الاعلانات انا شوفتها لحد دلوقتي ده لكن عندي نهاردة اشوفكم فيديو جديد سلام